اشتركوا في القناة بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في الدسكريبشن هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل داونلود للإكسل ووركبوك اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه ما اشتركتش في القناة لو سمحت استخدم زر سبسكرايب واستخدم زر الجرس كمان علشان يجيلك موتيفكيشن لما نعمل فيديوهات جديدة بعد ما شفنا ازاي ممكن نعمل وازاي ممكن نعمل سليسر وطايم لاين ازاي ممكن نحط كل دول مع بعض واعمل داشبورد هروح على الشيط اللي اسمها داشبورد وانا مجهز اردي تايتل تريبل اي بايكس نت سيلز اند كوميشن وتعالى ناخد بقى الابجكتز احنا عملناها دي ونحطها في الداشبورد دا فحبدأ هنا بالبيوت تيبل دا هاختاره كله اللي كان فيه نت سيلز والكونتي كنترول اكس واروح على الداشبورد وحسيب مسافة او وان لاين فاضي بعد العنوان وكنترول في هروح على الشيط التانية البيوت تابل التاني هاختاره كله وكنترول اكس واروح على الداشبورد وحسيب وان لاين بردو بعد الخط الفاصل اللي في النص واعمل كنترول في بقى عندي الاثنين بيوت تابل موجودين مع بعض هرجع على شيط الأولانية أخذ التشارت الأولاني Ctrl X وروح على داشبورد والزق على طول في البيوت تيبل الأولاني وCtrl V زي ما انت شايف محتاج أعمل شوية تري سايزنج هاخد ده فوق شوية وصغار وحبة عشان يقف هنا فبقى عندي أول البيوت تيبل وعندي البيوت شارت بتاعه تعال نروح ناخد البيوت شارت التاني Ctrl X وارجع على الداشبورد Ctrl V عايز اخد بقى الكونترولز بتاعتي او الفيجولز بتاعتي والحاجة هاخد السليسر Ctrl X واروح على الداشبورد واجي في الحتة دي وعمل Ctrl V وبرده نفس الكلام هعمل ري سايز عشان يزبط هنا بس خد بالك انا مش قادر ازبطه قوي على الجريد لاين زي ما انت شايف ففي حاجة لطيفة جدا لو اخترت السليسر من سليسر ريبن هنا في حاجة اسمها في الالاين حاجة اسمها سناب تو جريد اول ما هاختارها اي ري سايزنج هعمله هيزبط لوحده مع الجريد اي تشينج حتى لو بي الاسهم هتلاقيه بيزبط على طول مع الجريد فانا هو اقف على التوب كورنر بتاع ام 15 واعمل ري سايز اخليه بالزبط على قد ام 15 واسحبه لغاية تحت خالص كده لغاية ما يوصل عند ام 36 وطبعا كده بقى فيه عندك حتة كبيرة فاضية شكلها مش لطيف وكلمة ري جن ما بقتش بينه طب ممكن نعمل ايه هاختار برضو سليسر واختار سليسر ريبن واول حاجة هعملها هعيز اكبر الهيد بتاع البوتنز فمن السكشن بتاع البوتنز هاختار هايتز وكبر هنا لحد ما وصل للسيكس كده بقت مزبوطة بالزبط شايف الشكل هوا بقى مزبوط بالزبط الهيدر ده انا مش عايزه هاختار تاني واروح على سليسر المرة دي من سليسر اوبشن وهقول له ديسبلاي هيدر انشك وقول له اوكي فكده ببقتش انا عارف دول ريجنز شو بتاعك حد يكتب لي فوق كلمة ريجنز طيب تعالى كده نختار الكس هلاقي ان تحت بيشتغل معاك كويس قوي لكن فوق الجزء الاولاني ده مانوش دعوة بالسليسر خالص وانا عايز كله يشتغل مع بعضه طب اعمل ايه اختار تاني دي سليسر واروح على سليسر ريبن واروح على حاجة اسمها report connections وهلاقي اسامي البيوت تيبل اللي هو بيشتغل عليها هلاقي متعلم average price and commission لكن مش متعلم عن net sales تعالى نختارها وندوس اوكي كده خلاص الفلتر بقى شغال او السليسر بقى شغال على كل حاجة لو عايز اشير الفلتر اعمل right click وclear filter from region خد بالك عمال ي resize كل شوية البيوت تيبل ده والبيوت تيبل ده كلما بعمل refresh فبالتالي عشان اصبت الدنيا هاختار البيوت تيبل واروح على pivot table analyze واروح على option وهعمل uncheck على auto fit column width وهعمل نفس الكلام هنا فبالتالي دلوقتي اي تغيير هعمله مش هيرفلكت معايا هنا فاضل اروح اجيب التايم لاين هاختار التايم لاين control x to cut واروح على ال dash board واروح فوق خالص وانا لازق في العنوان control v وحزبط الدنيا تاني كده ال interactive dashboard بتاعك خلصان فاضل عشان بس الشكل العامي بقى كويس اقدر اروح على view وعلى grade lines واعمل uncheck وعلى formula bar uncheck وعلى headings uncheck وكمان ادوس على ده عشان اعمل collapse للمينيوز اللي فوق زي ما انت شايف بقى عندك ال interactive dashboard اخر حاجة التايم لاين نفس الكلام بيشتغل مع الجزء التحتاني بس هاختاره برضو فوق من ال header ومن التايم لاين اروح على report connection وتشك ال net sales دلوقتي بقى شغال معايا على ال report كله زي ما انت شايف interactive شكله جميل وبيلخص كل معلومات اللي انت محتاجها على net sales والcommission والprices شكرا لوقتكو بكده نكون وصلنا لاخر الفيديو ارجو يكونوا استفدتوا وشركوا في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته